تفعيل لوحات مفاتيح سامسونج لإهتزاز على جهازك الخاص أندرويد اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل هذه المنزمة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط والإعدادات ونقوم بالضغط عليها ثم بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة للإعدادات نأتي إلى الأصوات والإهتزاز نقوم بالضغط عليه ثم بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل نأتي إلى التحكم بالإهتزاز وصوت النظام نقوم بالضغط عليه وبعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نأتي إلى الإهتزاز نأتي إلى لوحة مفاتيح سامسونج نقوم بتفعيلها من خلال ضغط العالم البيضاء وهنا أصبحت باللون الأزرق يعني تم تفعيل هذه المزة على جهازك الخاص أندرويد وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجزء اللايك وننتقل في فيديو آخر إن شاء الله